اختراع كده البنات والستات بيعملوه طول الوقت بيفرق جدا في شكلهم بيفرق جدا لو لما شعرها ومنزلها شعرها بيفرق جدا في وشها طلع الحكاية بتفرق فهقولنا نشوف ايه اللي بيحصل نشوف نعملها ازاي بيعملوها ازاي طبعا قلبي بيعتصر لان عندي مشكلة وفوبيا استاذ ايمن صبري بنوارنا النهاردة ايمن البراند بتاعنا اسمه بيرسينج ايجيبت بيرسينج بالانجليزي يعني بيعمل الثقب بتاع المكان المكان الثقب في الودان صح كده فعمكن كتير في الجسم يعني بس الفيرل شوية وهو الاير يعني الودان هي اكتر حاجة طيب بيرسينج ايجيبت بيقدم ست هدايا هندخل دلوقتي التليفونات لست بنات او ست ستات للي احنا هنشوفه دلوقتي اللي بيرسينج ايجيبت هيورغولنا دلوقتي ازاي بيعملو ده ايه اولا بتيجي البنت تقولك انا عايزة اعمل ثقب في الودان صح كده او اتنين او تلاتة مين اللي بيحدد اللي بيحدد من ناحية ايه على اساس عدد الثقوب او الاخرام اللي تبقى موجودة على عسب اللي ستايل اللي هي حبة تعمله يعني هي لو حبة مثلا هي دايما اللي بيجي بيبقى جاهز دلوقتي الدنيا بيت اسرع شوية بيشوف حد عامل حاجة زي كده فبيجي يقول انا عايزة اعمل مثلا اتنين عايزة اعمل تلاتة عايزة اعمل اربع ايام مكان ايه بقى الاماكن اللي هيتعمل فيها البيرسنج نقدر نحدد ساعتها لا انت هتستحمليه مثلا النهاردة كذا لا انت خلينا النهاردة مثلا نعمل اتنين لا خلاص خلي اتنين المرة دي المرة اللي جاية نعمل وهكذا على حسب الشخص اللي قدامنا فيه ناس بتبقى عادي بتقولك مثلا نيجي نشتغل لا انا مش عايزة بنج انا مش عايزة حط بنج فالموضوع بالنسبة لها عادي نقطة التحديد دي بقى دي نقطة بتاعت القلم او ان هي ازاي ازاي تستحمل القلم في مسلا هنا هنعمل اربع مسلا ادي دي نقطة النقطة التانية بقى اللي ستايل هي مسلا شايفت ستايل مسلا انا عاملة هنا عاملة في اللوب عاملة اتنين دابل عاملة فوق في الهيليكس عاملة ايام مكان المكان انا عايزة عامل دول فده كده النقطة اللي انا بنقدر نحدد عليها من ناحية اللي ستايلينج انا حب شكلي يبقى هنا في زحمة بتوجع؟ لا خلاص نقطة بتوجع ولا أهو كده كده فيه بنج فإحنا في أونسبوت إحنا مش بنحس بحاجة خالص مفيش أي أساس بحاجة بعد كده على حسب المكان يعني إحنا مثلا لو جينا تكلمنا مثلا هنا في الجزء بتعلوب الجزء ده كده يعني حتى الأطفال وما بعينهم مصغرين مفيش مفيش وجع بس الجزء ده سهل مفيش وجع حتى بعد كده بعدين نطلع للحيتة الأدفونس شوية اللي هو الحاجات الكارتليبز ده هو بالبالي دي إحنا بنوعليها الأرقوشة الحتة الناشفة اللي هو الجزء اللي فوق ده ده بيوجع مش هقولك ما بيوجعش بس بيختلف من شخص للتاني فيه ناس بتعملوا ما بتحسش بحاجة ولا قبل ولا بعد وفيه ناس بتعملوا بقى ما بعد كده هو اللي بيحدد بقى سواء هيوجعني مش هيوجعني هيحصل لي مشكلة مش هيحصل لي مشكلة لكن في الأساس مش بيوجع عملنا البييرسنج دلوقتي هنقول خمس دقيقة وهنحس عرفة لو ما كان بسم البنج بيروح تنين البسيط كده هننسى نركز مع حاجة تانية هنفكر في حاجة تانية خلاص الموضوع انت مش مش حاجة يعني اللي هي واوي بس في ليش أنا عملته أنا عملته بس ما عملته شوانا صحية لا ده كده صعب جد اه أنا عملته كنت بعمل حاجة يعني دخلت أعمل عملية بسيطة كده في النشوية كتير قوي وبعدين طالما عايزة طلعي ودانية مخرومة فأعملت مفوبيا فعلا همه فطلعا تلقيت عندي حاجة فقدانية بس في بسطة لأنها بص هي بتفرق يعني هي بتفرق في الشكل بذات لو لما شارك أو حاجة الحكاية بتبقى مختلفة طبعا طبعا طب إحنا إنتي خال حاباتتي بانجة وقال بامامي مساحة خير يا بانتي يا أمر ما شاء الله بصي وداني كلها يا حبيبتي بنتي طب معلش ممكن نتدور للكاميرا كده كاميرا التلاتة بستة حلواني لا ايوة تدور لنا ايوة ايوة ما تحذروش لا لا الودان التانية ايوة ايوة قلت عاملة كم خرم شط عد بتقالي كم دول خمستاشر تمنتاشر تمنتاشر عاملة تمنتاشر خرم اتفضلي اتفضلي تمنتاشر سقم فيه الادان يا جماعة الوزن ممكن نبدأ هنبدأ ايها تعمل دلوقتي اتفقنا كده مع بعض ايه اللي هيتعمل هنعمل الدبل لوب الاساسي اول اسماء شوية ايه الدبل لوب ده اللوب اللي هو العيد الدبل لوب هنطلع فوق هنعمل واحد وهنعمل التاني طب وده بقى فيهم مسافة معينة المسافات دي بقى كلها بيزد ان هي بعد كده عايز تعمل ايه ان كيس ان هي مثلا جات قالت ايه لا ده انا بعمل الاتنين دول عشان شوية انا عايز اشكله داني بستايل معين اه انا مثلا في الاماكن دي بحب جدا البسوا الفصوص الصغيرة فلازم اسيب مساحة لستايل اللي هي هتلبسه طبعا هي هتلبسها جهة كبيرة اتفضل تتفق معاها بتتفق معاها ايه الزبط انت قتي عاملة بينجا ها احنا لسه هنفضل هتحطي لسه اه هياخد قد ايه لا مفيش ديئتين ديئتين اهلا من ديئتين كمان وبترسموا رأسنا معينة احنا الاول بالمارك انت مش حطنا ما يكفى احنا مش حالي بقى سامعين هي في الاول بتعمل مارك مكان طب يلا محتاجين نبدأ ودخلوا بقى التليفونات اللي عايزة تعمل خرم في ودنها او حاجة كل حاجة اه كل حاجة كل اناوية البيرسنز اه كل اناوية البيرسنز موجود عندنا اه اه سأني واحدة ايه اللي بيوجع اكتر الودان ولا المناخير حلينا نقول لي فيش حاجة بتوجع خلاص هو فيه بنج ما فيش حاجة بتوجع هو الافتر كير بتاعنا بقى اه ما بعد فيه حاجات بتبقى صعبة اللي هي اصعب حاجة ايه مثلا يعني احنا مثلا هنقول في القير لو قسمناها كده سريعا في الودان في الودان ففي الجزء ده هنا كده الحتت دي ما فيش اي مشكلة اللي هو الجزء بتعلوش حال هنبتدي نخشه في الحتت بتاعة الانر الحاجات اللي فيها الغضروف دي دي اه دي بتوجع شوية تبتدي ان هي ايه بتوجعنا شوية لكن وقت قصير مسلا هنقول مسلا تلات شهور ده منمم لغاية شهور مسلا خلاص الدنيا بتبقى تمام حتى هي عاملة البيرسنز انت مش هتحسي بحاجة يعني مش هتحسي ان هي موضوع او فيه اي مشكلة طيب وبيبقى فيه مضادات حيوية او حاجات بصي احنا من احنا من شغلنا ما نقدرش نقولك مثلا ايه خدي انتبيوتك كذا او اعملي كذا او سوي كذا ده مش 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 تخصصنا الافتر كيرا عموما ممكن اقولك سريعا ايه ايه اللي بتعمل فيها احنا عملنا البيرسنج بعد ما عملنا البيرسنج احنا محتاجين بس حاجتين ان المكان يفضل الحلق فيه ثابت هو مش محتاج ان هو تحرك كل شوية مش محتاج ان انا ابتدي اتخبط فيه ما نمش عليه ما بنسبة كبيرة ودي اكتر حاجة بتحصل ان فيه حاجة جديدة فانا كل شوية بعمل كده كل شوية بعمل كده بلمس مكان او ما عرفش قدية كان فيها ايه وما عرفش ان دي دي يعتبر زي جرح الجرح لسه فرش ففي اول فترة دي باستخدم بس الصلاين اللي هو النورمال الصلاين اللي هو البوتل العادية ديت اللي بتستخدم نحنا ننظفها بيا بيبقى عن طريق ايه مثلا هنجيب قطن او احسن يبقى حاجة منديل حاجة ما يبقاش فيها نسيج عشان ما تسبش مكان مثلا قطن عرفها بيشد كده نسيج منه فممكن المنديل ده بيبقى بيتغرق بالصلاين ببتدي ان هو يتحط على مكان البيرسنج يتعمل بيه كمدات وتنظيف بسيط يعني انا برضو الايد بتبقى احناينا شوية فان انا ننظف حوالين البيرسنج خلاص كده احنامشينا بالافتر كيرت داني تمام ان كيس ايه الحاجات اللي ممكن تظهر فيه حاجات بتظهر بعد كده مثلا تاني يوم او تالت يوم او رابع يوم ايه مكان الحاجة دي هتظهر معانا امتى يبقى فيه مثلا ايه من اول يوم كده فيه مثلا وراء بسيط فيه حاسة ان المكان سخن شوية حاسة ان فيه تنميل بسيط بعدها بيومين تلاتة بنبتدي يبقى فيه زي افرزات الافرزات دي بتبقى البلازما بتاعت الجسم طبيعي خالص لكن نبتدي نقلق امتى نبتدي نقلق في نقطة اول ما الافرزات دي تبتدي لونها يختلف عن لون البلازما لون البلازما معروف عامل اللي هو ايه لون لون عسل يفتح قوي جدا فلون عسل يفتح دي البلازما احنا ما عندناش مشكلة ان هي تبقى موجودة امتى يبقى فيه خطر او امتى يبقى فيه مشكلة لما يبتدي ان احنا مثلا ايه الافرزات النازلة دي ريحة وحشة يعني في ريحة مش كويسة هنا يبقى في حاجة مشهورة هنا كده في مشكلة هنا في انفكشن انفكشن جي منين نقدر نحدده وما نقدرش نحدده هنيجي لو قسمناها مثلا قلنا ان احنا هنعمل فيرسينج دا طب هو هل لما بي عفوا ان انا اعطاها حركة انا اسفة لما بيتم الثقب او نعمل الثقب ده في الودان هل بيبقى فيه بيسموه حلق معين بالزبط بالزبط طبي زي الاطفال الجملة بتاع الطبي دي شوية فيه ناس كتير ده عشان احنا متعودين لو اي صيدلية انا هعمل حلق فانا هجيب حلق طبي من الصيدلية واروح به مثلا اعمله في المحلات التالسياغة او حاجة زي كده الحلق الطبي ده مش طبي الماتيريال بتاعته لو جيتي بصتي على المكوناتها تلاقي حديد مع زينج حاجات كده يعني مكون يبقى سعر ورخيص لكن فيه طبعا متيريال احنا بنبتلي بيها مثلا بنبتلي بالحاجات اللي هو التيتانيوم الماتيريال بتاعت التيتانيوم دي بتبقى نفس الماتيريال اللي بتعمل بيها باختلاف العراض طبعا نفس الماتيريال اللي بتعمل بيها المصامير الطبية المصامير الطبية اللي بيبلا قدر الله حد عمل حدسة او حاجة فدي حاجة ما تفعلش مع الجسم خالص وبتبقى مريحة ووزنها خفيف بس كده بس كده فهي التيتانيوم فيه على حسب بقى في ناس بدبتلي ان هي ما عنداش مشكلة من الدهب مثلا في ناس بيبقى عندها حسنا من الدهب فبتعمل خرمه وتحط الدهب على طول بس يعني ده في مصر صعب شوي لان احنا في مصر دايما بيبقى الدهب لازم يكون فيه داخل مكون تاني عشان لمعته ورونكه انا بتكلم على الحاجة اللي هي طب انا عايز اقول حيكا الحاجة الطول بقى الطول يفرق طبعا لازم الحلق اللي بتحط فيه الخرم ده بيبقى صير ولا طويل ولا طويل قوي ولا صير لانه لو طويل قوي الحلق بيبتدي يميل يعني الحلق بقدر هو طويل الحلق بيبتدي اللي هو ايه يميل سنا ميلة الحلق دي تغير شكل البييرسنج نفسه شكل البييرسنج نفسه ويتغير ايا خلصت ولا لسه ولا ايه ايا خلصت الله على الحلوة ماشا الله ماشا الله ده حلو قوي ماشا الله ايه اللي زي زي دي انت بتخرمي حلو يا بنتي والله وانتي اللي طالبة كده انتي طالبة الفصين دول يا لوي وانتي عاملة هنا كمان في الودان من برة ده ده من أسهل يعني ممكن انتي تشوفيه حاجة صعبة لكن ده من أسهل الأنواع أسهل الأنواع إزاي والدخل أسهل الأماكن ما هو ده الحلق بقى اللي أنا جاي لك فيه الحلق اللي بنستخدمه هنا بيبقى حلق فلات باك بيبقى آخره كده في البرنيمة بتاعته بتبقى من قدام زي الحركيش بقى الجزء اللي ورى ده بيبقى فلات باك كده فيه حتة مدورة صغيرة لا 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 زي ما هي كانت زي ما هي كانت أي وعش بنشوفه بيقولي بالزت هي الحتة بقى الفلات باك اللي ورى دي هي دي بنبتلي نحن ندخله من ورى لقدام مش العكس ده أمان 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 للعمل بيرسنج لو مش وصله ليك قوي لو ركزتي هتلاقي الجزء اللي ورى مدور وفيك كرة قدام الكرة القدام دي هاي اللي بتفك فبيبقى معانا من ورى زي حاجة فلات كده بحيس ايه أمان ما فيش بريمة تقع جوه الودان مثلا إن كيس اننا عم لابس فيه بريمة ملبوسة ممكن تقع جوه الودان والنايمة دي حاجة لو عايزة ألبس مثلا ايربودز عايزة ألبس أي حاجة في وداني ما تدينيش أيها هي باينة هي على الشاشة هي بالزبط كده هي دي اللي حاجة تقصدها بالزبط دي ده الجزء اللي هو الفلات باك اللي هي سطحي بالزبط بالزبط آه فهمت بالزبط طب دخلوا جماعة التليفونيب بقى ناخد أول تليفون معينا شهد يا شهد حلو الاختراف لا ناخد جمانة قبل ما نشوف شهد فين يا جمانة جمانة يا زكا جيجي ممكن إيه في التليفزيون يا جمانة حاضر زيك عملة زيك إتيا روحي عايزة عميه بيرسنج عايز تخروني ودانك آه بس أنا كنت عايزة أنا وماما عشنا عيد ميلادها برضو آخر الشهر ده وراء السنة ماما عايزة تخروني ودانها بجد أنا بحيبه ماما أوي بوسيها أكبر صارت طبعا طبعا الله اتنين هديتين من إيجب بيرسنج بيرسنج إيجب صاري بوسي مامي الله حلو قوي ماما عايزة تخرونيك من الأول خالب حبيبة قلبي ماما عايزة تخروني ودانها كلها لا هي قريدي أصلا مش كلها هي هتعمل بس خرمها وشنين لأن هي عاملة ثلاثة أصلا ماما حيلة برافو ماما والله العظيم برافو مبروك يا شاهد مبروك إتسي ومامي هديتين من بيرسنج إيجبت أخد ده حلو قوي ماما دي اللي عايزة تتتتت يا عادي الله إيه ده أنا عنا يعني إن شاء الله أبقى أكبر العمار كمان متفاوتة يعني برافو برافو شاهد هالو هاي شاهد شاهد هاي شاهد ازيك الحمد لله عايزة تعملي بيرسنج عايزة تعملي خرم فدانك آه تمام عايزة تعملي إيه فاهمي آه آه أوكي كسبنا تالت هدية من بيرسنج إيجبت حبيبي خليك معي يا شاهد مبروك عليكي تالت هدية من بيرسنج إيجبت ياخدوا بياناتك في الكنترول آه لو هاخد حاضر التليفون جايبس فيه سؤال دهاتي جاء على بالي لو يعني إيه اللي يمنع أنت تقول لوحدة لا مش هينفع نخرم أو مش هينفع نعمل اللي خرم دي بصي فيه ساعات أو قات مثلا هي عاملة بيرسنج تاني فالبيرسنج تاني فيه مشكلة فيه انفكشن فيه حاجة ففي الوقت ده أنا مش هقرب من الودان دي خالص مش هقرب منها ليه إن كستان عملت لها دلوقتي سهل جدا أنا بيدي من هنا الهنة فأورادي هاي جيت انفكتب دردو هاي العدوة هتتنقل من هنا من هنا الهنة دي دي نقطة النقطة التانية فيه أنواع ما تنفعش مع شكل الودان اللي فوق ده فالجزء اللي فوق ده فيه ناس الشكلة ودانها بيبقى الكارتلج دي الغضروف ده بيبقى متني كده فما فيش مساحة أصلا إنه هو تعمل فيه بيرسنج مزبوط والحاجة التانية الحاجة التانية فيه حلق تاني مش ناس كتير بتعمله اسمه الاندستريال اندستريال ده بيبقى حلق بيبقى بارو طويل شوية بيبقى جاي من البييرسنج من هنا لهنا الجزء ده كده بزر فهيبتدي إنه هو إيه يعني ينحل فيه شوية صح فلا ما تعمليوش احنا بدأم الحاجة عشان تبقي مبسوطة بيها مش عشان تبقي مبسوطة بيها الخرم اللي هم عمله في ودني لو أنا شلت الحلق ممكن الخرم يفل لو فيش بيرسنج لو احنا عملناها دلوقتي وشلنا دوت يعني ممكن بكرة الصباح خلاص هو قفل ممكن يديكي شكل إنه هو فاتح بس بعدها خلاص هو قفل ايو أنا تعذبت طيب يقفل بعد قد إيه يقفل بعد قد إيه على قد الفترة اللي أنا لبست فيها الحلق يعني لو عدت سنة يقفل بعد سنة لو عدت بيها لو إنتي عدت بيها سنة على السرح طبيعت الجسما برضو زيز وقاية جرح بس ما يقفلش بسرعة لا ما يقفلش بسرعة لو أنا نبسها الحلق فترة طويلة أوكي بس كده طيب ناخد سابرين طب ناخد صفية يا صفية حلو حلو اسمك أوي أنا بحبك جدا وأنا بحبك أكتر وإسرق حلوة قوية صفية مش معقول الشياكة دي ربني خليك عايزة تعملي إي يا صفية الله يرحمه الله يرحمه ويحسن إيه لي عايزة تعملي إي يا صفية أعيزة أخرم وداني عايزة أخرم وداني كتير أخرم كتير ولا هو أخرم واثنين وخلاص لا هو أنا عندي واحد وعايزة أخرم التنين عايزة واحد وتعمل أوكي حبيب ألب مامي يبرك علينا رابع هدية من بيرسنج إيجيب طبعاً ما احنا بنكلم دلوقتي على الشاشة موجود مختلف ده صورة البار اللي كان لست بيكلم عليه وطبعاً مختلف الأشكال والألوان والحركات بتاعة البييرسنج أو أن أنا أعمل ثقب أو خرم في ودين أخذ إحنا كده أربع هدية فضل لنا هديتين خامس هدية اليومنا هدية من هنا مش كيف تيفون أنا مش سمعة يمنع أيوة زكا يمنع عامل أي حياتي الحمد لله تمام يمنع أوليه عايز تعملي إيه بفكرة عامل ثقب في وديني بردو اديله اديله تحت ولا فوق في لا فوق فوق بصي حتبقى حلوة كل ما تيجي تلمي شعرك وأنتي قاعدة في البيت هتحسي كده إن فاهمة I'm cool فاهمة طيب مبروك علينا لو ينفع أخذ أختي معي ثم نعيد ملدها قرب يعني يتبقى حاجة لفيفة Of course يا يومنا بص هاتي بوسا أنا كم بحبك يا روح عالبي مبروك علينا دي الخامسة والستة من بيرسنج إيجبت حلوة أويدة حلوة أويدة حلوة أويدة حلوة أويدة من ضمن الحاجات برضو اللي هي يعني صعبة نسبيا بس دي صعبة جدا لا بس يعني من شكلها ممكن تصبري عليها إن أنا أخذ بالي منها علشان شكلها حلوة مبروك على كل البنات أو الستات اللي كذبوا الحداية بتاعتهم مع بيرسنج إيجبت السؤال الأخير يا أيمان هل الحلقان اللي بتبقى معمولة في الخرم بتبقى لها شكل معين أو أنت بتقول أحسن تلبسي كذا مثلا أو الشكل الفلاني أو كذا أنت بترشح حلقان معينة مش أي حلقان وخلاص؟ هي هي شوية بتبقى مدارس يعني هي مدارس إحنا مدرستنا إيه إنت بتعملي البييرسنج أنا عارف أن أنت هترجعي مشاريع ما تزعليش مني هترجعي تهملي فيه هنهتم بأول يوم وتاني يوم وتالت يوم بعد كده خلاص الموضوع الموضوع إنت فإحنا دايما بنحط نفسنا مع العميل أنا بسهل عليك كل حاجة بخليك تستخدم أكتر حرق مور سيف خلاص أنا أعملت لك كل حاجة بحيث أن أنت تهتم ما يتنتجش في الهدوم وإنت بتعملي بإيدك كده ما يدائكيش وإنت نايمة إنكسن إنت كده كده هتنامي عليه يعني هو الكلام بيتقال أو الأفضل كلب بيتقال بس فيه ناس كتير ما بتطبقوش فإنا بنخليها مرسيف فيه ناس تانية بتشتغل عادي بجوليز عادية بحلقة الذهب العادي بأشكال كبيرة إنت بتدي السيف بالزبط كده بالزبط كده طيب ناخد إحنا مش خدنا خمسة وستة مايار مايار مايورة يا ميمي مين حبيب قلب مامي إيش عايزة تروتها إنتي زي الأمر ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله اللي حول القوات إلا بالله ما شاء الله مايار عندنا مشكلة في التليفونات أنا عارف نهاردة يا مايار آلو أيوة بقى تعالي بقى كده يا مايورة وحشتيني يا مايورة ازيك الحمد لله مايورة عايزة تعملي عايزة تعملي أعني إيه الحمد لله بحبك أوي يا رضو ما كبان بحبك أوي بس قولي عايزة تعملي إيه آلا أنا كنت أنا مش عاوزة أنا عوزة أحكيلك على حاجة يعني ضررية لا إحنا مش حاليفة تحكيها حاجة ضررية عشان دي فقرة البيرسنج بتاعت بيرسنج ايجبت بس هما معهم نميت التايفون اكيد معكم نميت التايفون ممكن ناخد ميار ناخد منامي من التايفون وانا كلمة بعد الحلقة اخد اخر هداية معا بيس عشان ساليا ايه الاسم التحفة ده ساليا ايه اسمك الامر ده ساليا ساليا اسم حلو قوي انا بحبك قوي انت حبقى بقالب مامي ساليا وليه عايز تعملي ايه انا لا انا مش عايز بعمله انا ممكن لمتاعمتي حسنا من اصلا خرمة يعني كتير انتي اصلا خرمة كتير هي هتاخدها دي البنت عمتها مبروك على بنت عمت ساليا اخر دي من بيرسنج ايجبت ايمن انت نورتنا النهارده مستي اوي 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 عاللي احنا عملنا جول في سوديو ده هنلحق بعد الهوى تعملي ولا لازم ام امي انتي اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مرسيه قوي على الفكرة الحلوة دي مرسيه قوي على التنفيذ السريع كمان مرسيه على فكرة ان احنا بنعمل حاجة برضو حتى لو حتى بستة محجب على الفكرة ممكن تعملها في البيت وقادي قبل وقادي بعد موجود عندنا على الشاشة ومرسيه قوي قوي لبييرسينج ايجيبت على الهداء الحلوة اللي احنا عدناها لستاتو بناتي حبائل مرسيه ايمان تانيكيو مشهدت يا حزاتو بناتي حبيبات بعد الفاصل يعني انا عارفة ان الدفل اللي جادي انتو بتموتوا فيها والتليفونات بتبقى فاضيعة وحنبتح دلوقتي صفحتنا هي وبصل على الفيسبوك ونشوف المنشور بتاعها انتو كانت بنلاقي ونعمل كل الحاجات فاصل وهي وبس ونرجع ونواصل